سوق الشيوخ وجهاً لوجه مع كارثة بيئية فلا ماء صالح للشرب غير المياه المالحة والملوثة والتلوث بالقضاء آخذ بانتشار فأهالي القضاء كسائر جيرانهم من مناطق جنوبي ناصرية يعتمدون بجميع استخداماتهم الحياتية على نهر الفرات أو ما تبقى لهم من ماء النهر الذي يكاد ينحسر وجميع محطات الإسالة غير قادرة على تأمين حاجة المواطنين من المياه دائماً هو قوي داي عوال جاي تمرض وتعرف المستشفيات ما شاء الله زي أن نغسر بم ما يمالح نشرف بم ما يمالح نسبح بم ما يمالح وكلها جاي تجيين عن طريق الإسالة العلمية معلومة عن طريق الإسالة حتى الماينة جاي نشتغل من آرو جاي يذب الوصاخة مارتة بالأنهر وجاي ناخذها احنا ونرجع نشربها ونسرع نغسل بيها فنطالب الدولة بقدر الأمكان يوفروننا هذه الإسالات طبعاً 70% من سكان سوق الشيوخ يحتمد على نهر الفرات طبعاً نهر الفرات مالح جداً لغاية لا يصلح حتى للغسول مدير ماء قضاء سوق الشيوخ أكد أن أكثر من 80% من أهالي القضاء البالغ عددهم قرابة 900 ألف نسمة يعتمدون على المياه المالحة وأن الوضع آخذ بالتدهور فالأزمة لا تقتصر على مياه الشربة بسبب الطبيعة الزراعية للمنطقة التي يضربها الجفاف أما الحكومتين المحلية والمركزية كما في كل الكوارث فما تزال عاجزتان تلوذ بالصمت فيما تؤكد مديرية بالذقار تلوث الفرات بنسب كبيرة الحقيقة هذه الكمية لـ 1650 حالياً ما توصلنا من عدة أكثر من 200 إلى 250 متر مكعب بالساعة لكثرة التجاوزات الموجودة على الخط الناقل ابتداء من محطة دخل الفضلية وحتى مدخل قضاء سوق الشيوخ هذا الأمر الذي خلاني أنه أتجه إلى تقريباً حدود 80% من نهر الفرات يعني إذا أريد أعتمد على هذه الكمية الموجودة من محطة دخل الفضلية ما ستحاجة المواطنين نهائياً فلذلك اتجهت إلى الاعتماد بشكل أكبر على نهر الفرات ليست المياه المالحة هي مشكلة سوق الشيوخ الوحيدة فالقضاء مدخم بالمشاكل الخدمية منذ عام 2003 لكن العطشة هو صفة المدينة القريبة من الفرات من قضاء سوق الشيوخ جنوبية الناصرية ساعد الركابي قناة الفلوجة قناة الفلوجة